متى ستجرى الانتخابات البرلمانية في الأوروبية؟ سمعني أسمعك بوضوح سؤال صحيح ذكرت أنت في البداية أن هذا قرار يقرره جلالة الملك في يد جلالة الملك لهذا لحد الآن أنت ذكرت السينوريات الممكنة ونعتقد كلها صحيحة السينوريات التي ذكرتها لكن لحد الآن لا يوجد معرفة في موعد إجراء الانتخابات الدستور يقول أن جلالة الملك يأمر بإجراء الانتخابات وتقوم الهيئة المستقلة بتحديد موعد الانتخابات والهيئة المستقلة هي التي تشرف وتدير الانتخابات من يوم إعلان تاريخ الانتخابات إلى حين انتهاء من الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية دور الحكومة فقط هو دعم هذه الهيئة في المجالات المادية والأمنية واللوجستية وتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات بشكل آمن وبشكل يضمن إحيانية جميع الجهات لهذا لحد الآن يعني مش معروف موعد إجراء الانتخابات لكن جلالة الملك أكثر من مرة ذكر أنه هذه القضية طيب اسمح لي سيد الوزير عفوا ويبدو سيد الوزير اسمح لي أعتذر منك يبدو أننا لدينا فارق حوالي ثانيتين أو ثلاثة حتى يصلك صوتي يعني فاسمح لي بالمقاطعة الآن ألا تعتقد أن بقاء الأمر على ما هو عليه حتى اللحظة أمر ربما يزعج الحياة البرلمانية في الأردن لا يؤدي إلى استقرار الحياة البرلمانية في الأردن يعني أنا كن بدي أقول جلالة الملك في أكثر من مناسبة في شهر الفائت أكد أنه الدولة الأردنية كانت معنية دائما أن يجري الاستحقاق الدستوري في وقته لكن المهمة الحالية هي الحفاظ على صحة المواطن وأهم شيء وحماية المواطن من هذا الوباء لهذا تحديد موعد الانتخاب هو مرتبط في هذه القضية تحديدا في الوباء وانتشاره والحمد لله في الأردن لحد الآن يعني نستطيع أن نتعامل بشكل إيجابي والحالات قليلة جدا ثمان أيام صفر اليوم واحد حالة واحدة وأكد أنه في ظروف صعبة جدا وفي ظروف صعبة إكليمية وفي ظروف الربيع العربي أجرى الأردن الانتخابات دائما وكان هناك تأكيم جنات الملك أن العملية الديمقراطية يجب أن تجري دائما لهذا يعني أنا ذكرت لا يوجد عدلان لم يعلن وقت إجراء الانتخابات ولكن هذا لا يعني أيضا في المقابل أن الانتخابات خد لا تجري لهذا وكما قلت والأهم في ذلك أن الدستور ذكرت السيناريوهات كلها وهي صحيحة أن الدستور بحذاته الدستور الأردني أهم شيء في أنه لا يسمح بغياب الهيئة التمثيلية الأولى للشعب الأردني وهو البرلمان في كل الظروف حتى لو تجري الانتخابات حتى لو يجب إذا حل المجلس في حال أنم يجراء الانتخابات خلال أربع أشهر يعود المجلس السابق وينعقد في حال في 27 تسعة لم انتهت مدة المجلس ولم يعلن موعد الانتخابات أو يحل يبقى المجلس قانوني ويعود للانعقاد عمليا فإذا في كل هذه الحالات لا يمكن أن يغيب مجلس النواب عن أكثر من أربعة تشهر وهذه قضية مهمة في وجود هذه الهيئة التمثيلية بي